عماني من الاحتجاز لمؤسسي واحدة من كبريات الشركات في مصر لإنتاج الألبان. ليس هو وحده ولكن أيضا نجله كذلك كان رفيقا في هذا الاحتجاز. كيف كان أداء شركة جهينة المصرية بعد حبس مؤسسها صفوان ثابت الذي تم حبسه في ديسمبر من عام 2020. الأمر لم يقتصر على ذلك بل إنه أيضا حبس معه سيف دين نجله في فبراير 2021 بتهمة تمويل جماعات خارجة على القانون وإرهابية. بحسب ما تم توصيف ذلك من السلطات المصرية. سهم الشركة المدرجة في البرصة المصرية هوى بشكل واضح في أثناء هذه الإجراءات القانونية ضد مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لها. هذا الحبس تم في ديسمبر من عام 2020 وفي هذه المنطقة هوى السهم كما نشاهد في هذه المنطقة. الأمر لم يقتصر على ذلك بل إنه أيضا عندما صعد مرة أخرى متجاوزا هذه الأخبار المتعلقة بحبس صفوان ثابت. هوى مرة أخرى بعد حبس نجله سيف الدين في فبراير من عام 2021. الأمر لم يقف عند هذا الحد. بل إن عام 2021 أيضا كان عاما من أعوام الضغوط الكبيرة على شركة جهينة. لماذا؟ لأنه كانت الشركة قد اشتكت في مايو من عام 2021. بأنها بحسب ما وصف في بيان لها إنها تعرضت لتطبيقات مرورية غير مبررة. أدت إلى صحب رخص عدد من شاحنات نقل البضائع. وكان هذا في واحد من أهم المواسم الذي تعتمد عليه الشركة وهو موسم رمضان. وباعتبار أن الشركة معنية بصناعة الألبان والصناعات الغذائية عموما. فهي تنشط في هذا الموسم موسم رمضان بشكل كبير. ثم عدنا بعد ذلك أيضا لمزيد من الضغوط على الشركة. نتيجة بعض الإجراءات القانونية في البرصة المصرية. وتم نقل الشركة مما يسمى بأسهم المجموعة ألف أو القائمة ألف إلى أسهم القائمة دال. وأسهم القائمة دال تعني أنها أسهم مرشحة للشطب. نظرا لأن الشركة لم تفسح عن نتائج أعمالها لفترات متواصلة. وهو ما يدفع البورصة لاتخاذ الإجراءات التنظيمية. وإنشاء القائمة دالة التي أنشأت في أغسطس 2020. ثم تم نقل الشركة لها في يونيو من عام 2021. ولكن رغم هذه الضغوط إلا أن الشركة حققت مبيعات وارتفعت أرباحها بشكل قوي خلال عام 2021. من نسبة 23% إلى 526 مليون جنيه في نهاية عام 2021. ليس ذلك في حسب. بل أن عام 2022 جاء على الشركة. نستطيع أن نقول أن الشركة تنفست الصعضاء قليلا. لماذا؟ لأن عادت أسهمها للتداول في القائمة ألف من جديد. بعدما أفصحت عن نتائجها المالية في مايو من عام 2022. وتقرر بدءا من الثاني عشر من مايو عودة الشركة لتدول في القائمة ألف. وتم رفع العقوبات الجزئية المقررة على الشركة. هذا من جانب. من جانب آخر كانت هناك أيضا عروض واستحواذات. وزيادة في الحصص بالنسبة لبلدنا القطرية. بنسبة عشر في المئة. وذلك أيضا في الشهر نفسه مايو من عام 2022. كانت قد استحوذت بلدنا على حصة في مارس بخمسة في المئة. ثم زادتها إلى عشرة في المئة بقيمة ستمائة وخمسة وثلاثين مليون جنيه. هذه الشركة جهينة. لماذا نتحدث عنها؟ لأنها واحدة من قياديات الشركات لسيما في قطاع الصناعات الغذائية في مصر. شركة قيمتها سوقية ثمانية فاصل ثلاثة مليار جنيه. وذلك حتى قبل نهاية جلسة الثاني والعشرين من يناير. تستحوذ على حصة سوقية في قطاع الألبان تقدر بخمسين في المئة. إضافة أيضا إلى أن كبار الملاك هي شركة فرعون ليأة استثمارات. وهي التابعة لعائلة صفوان ثابت تمتلك خمسين في المئة من هذه الشركة. بلدنا القطرية التي وصلت حصتها في الشركة إلى أكثر من إثنى عشر ونصف في المئة. رمكو ليأة الاستثمارات تستحوذ تقريبا على أحد عشر في المئة من هذه الشركة. إذن بعد عامين من المعاناة وبعد عامين من الحبس لمؤسس الشركة ونجله شركة جهينة تستعيد من جديد رونقها ونموها وقوتها في البورصة المصرية. وصعود قوي بعد أخبار الإفراج عن المؤسس.